اهلا مرحبا بكم بعد الفاصل عجبك التعرير؟ التعرير المية مية كابتن مصطفى حاجة بصراحة يعني عظيمة انت تستهل كل خير انا شرف لي اللي لاعد مع كابتن مصطفى عبدو بصراحة يا حبيبي ده شرف لي نحن يعني واحد من عظماء كرة القدم ربنا يسعيدك وكابتن مصر والنادي الاهلي وحاجة يعني انا صداقة مع كابتن مصطفى تمتدي لأكتر من ايام الأولمبياد ربنا يكرمك في سعيدك يا رب اشرف لي اللي انا موجود معك في البرنامج ده من حقك علينا ان احنا لازم ننديلك جزء بسيط من اللي انت عملته وانجزته في مشوارك الطويل سواء بداية من نادي القاهرة للنادي الاهلي لمنتخب مصر لهداف كاس لهداف قلومبي الجيمز في لوس انجلز اربعة وتمين وكنا مع بعض انا مش عارف ابدأ معك منين انت كنت بتحب الكرة اصلا كرة القدم اه كنت بحبها وبالعبها وكان في تنافس جامد جدا كنت انا انا اصلا من عبدين يعني بس سارة كنت بروح ده معقل اللعبين وكرة القدم اه فاروق بس سارة كنت بروح في العبسية يعني كان لنا بقى بيت هناك يعني وكان مهر همام ساكن قصادنا اه وكان في تحدي بقى طبعا هو مهر همام واحنا عايزين بقى نزبت ان احنا عندنا وانت بتلعب كنت تلعبوا في الشارع شارع طبعا اه في الشارع طبعا انت كنت شاطر في البدرسة ولا كنت نص ونص لا نص ونص طبعا نص ونص كان الاسرة عندك كان بتساعدك انك تنزل عشان تلعب كرة ولا كانت تقولك لا خلص دراستك الاول بعد كده تلعب كرة لا يعني كان نص ونص برضه لان انا اه يعني تبتزوغ مثلا كده اه تزوغ انت عارف طبعا حاجات وطبعا اه انا في الوقت ده كنت والدي منفصل عن والدتي نعم فما كنت راح عند والدتي تلعب فعند والدي في مزاكرة بقى وشال تمثيل الجد دخلت في الجد طيب وانت بتلعب عندك معاك فرقة بتاعتك في عبدينو بتلفوا بها في الاحياء وتلعبوا فيها وانت موجود هل كان فيه لعيبة موجودين معاك وصلوا لنجومية كبيرة في كرة القدم ولا مفيش حد يوصل لا هو بس اعتقد ان مهر همام مهر همام كان من ضمن فرقتك ده الفرقة اللي ضدي على طول اللي ضدك على طول ما انت ملعبش معاك كل ما هو فور الشرع وهو في اخر الشرع لعبت معاك فلعب يعني بس هو كان مهر همام بس طيب لما رحت حكيلي اول ما رحت اختبارات النادي الاهل انت رحت النادي الاهل ازاي مين اللي شرع عليك الشورى دي اقول لك تعالى ان رح اختبارات النادي الاهل في كرة القدم الاول كان فيه كابت المصطفى كشاف كشاف في المنطقة اللي عند والدتي في العباسية بيودي لعيبة للنادي الاهل اوه فروحت الاختبارات اول اختبار كنت طويل بالنسبة للعيبة في السن وكده شكل العام كده قال لي لا انت هتلعب سير دي باك سير دي باك وانت كنت تلعب ايه اصلا برضو كنت انا بحب مكان مهر مدابع يعني فرجعت في الاختبار الاولاني الاختبار التاني ما وفقتش موفقتش فقالولي مين كان المدربين في الوقت الحالي بقى اللي انت رحت فيه النادي الاهلية اللي تختبارات اعتقد الكابتل مصطفى الكابتل مصطفى حسين اه اه كان فيه نظام في النادي زمان ان انت اللي ماينفعش في الكرة اه اه يروح على الالعاب التانية هل انت كنت عضو في النادي ولا مكنت شامل في النادي طب ازاي اه لما قالك كده وسبت كرة القدم انت كنت متخيل ان بقى هيحصل لك اه يعني احباط كبير اوي وتقول انا انا كنت عاوز العب كرة اروح العب كرة في اي حتة تانية غير النادي الاهل لا اه وبرضو اجربت في المقاولين مش عارف ايه بس انا لما عرفت ان فيه اختبارات في النادي الاهلي قلت ام اكمل بالمرة اه فدي كان الاحباط الاكبر من الكرة القدم اه فاروحت لعبت باسكت وكده لعبت فين في الاهلي برضو في الاهلي انا خرجنا من ملعب الكرة كابتل مصطفى كان ملعب باسكت على قدام الملابس اه فخرجت من هنا اه كان فيه اختبارات دخلت الاختبارات اه برضو لقيت مدارب قال لي انت شوف لعبة تانية انت في الباسكت يعني انت ما سبت اهلولك انت متنفعش في كرة القدم وقلت لا ده نازم العب والعب في النادي الاهلي اه انا بحب النادي الاهلي انت بتحب اه انت اهلاو متعصب اه اه بحب النادي بصراحة فانا خرجت من هنا روحت هنا يعني كان سهل اول ملعب بتخرج من الهود فهو كان فيه نظام كده يعني انت عارف حضرتك حتى بتقل باسكت وبتقل فولي الهندبول كان يجوا على طبعا لما كانت تقول حضرتك تقول ان فيه اختبارات لكرة القدم بيجوا الوف كله اللي اه فبياخدوا منهم الكمية اللي بيتاخد والباقي بقى المدربين بتقعدين تلقط ما حدش وجهك اهلك تروحوا كرة السلح ساك لا المدربين بتقعد تلقط اه يعني مدربين كرة السلح كمان كانوا قعدين وشايفين اه ومدربين الفولي يعني مدربين الهندبول اه انا عارف ان مش هيجي حد الا من الناس دي اه فان الاختبارات دي عند كرة القدم بتجيب ناس بتجيب ناس اه احنا ده كنا بنشوف الاف عشر تلاف وخمساشر الف في اليوم في الاختبار اه فالباقي بقى بيبدأوا يختارهم انا وعلى فكرة بيبقى فيه لعيبة صغيرين بيجوا في الاختبارات دي واللعيبة بتبقى يعني منه الرهبة عندها انها في الناقل النادي الاي اللي اختبرت النادي اه تلاقيه بيخاف ما بيطلعش كل اللي عنده ويروح بعد كده تلاقيه في أندية تانية بقى مكسر الدين كتير اوي كابتو مصطفى حصلت كده اه في كتير اوي اوي دخلوا برضه زي اختبارات النادي وما قبلوش وراحوا أندية تانية دخلوا لعبوا وبقىوا كويسين كويسين اوي انت روحت سلة خدوك على السلة اه ايه اللي حصل بقى بالسلة حالتك كنت ماشي بقى اراضي ولا زعلان لا زعلان طبعا كان نفسي انا كنت مشوف كابتل مصطفى وشوف خطيب مشوف الناس الكبيرة دي كان نفسي نفسي اقول الناس برا لانا مع الناس دي في النادي نفسك فالحمد الله دخلت الباسكت واختبرت وكده ومش عارق مين مين ده مين اللي اختبرك في كرة السلة لا معلش لا ما اصدش يعني اقول ما دخلت كان اختبارات برضو ولا كان ايه كان اختبارات اختبارات يعني بيشوفوا كده فالمهم يعني من اول اختبار قال لي لأ انت ما تنفعش اه على طول اه يعني انا قرأ عدت اختبارين اه وانا انجحتوا التاني سأل الباسكت من اول اختبار وانت بقى لما قالك ما تنفعش شوف لعبة تانية انت حسيت بايه بقى انا حسيت طبعا احباط ما بعد واحباط كب هدف كان في دماغ جدا اه بس جالي هدف بقى ان لأ لانا لازم اسبت نفسي ولازم لأ انا عندي وبعدين جو العقيل اللي كان عندي حاجة من اتنين لتروح طريق مش كويس لتروح طريق الرياضة انت اخترت الطريق الرياضة اخترت الحمد لله طريق الرياضة اه فطريق الرياضة اه كان اخترته فكان مكسب لي نعم وصممت نعم وتعبت وكده فبقى بعد كده بقى نروح نلعب زي مركز ايه وعبدين مش عارف ايه ففيه صحابي اللي كانوا معايا في المدرسة اول هناك اه كان سنك كم سنة ساعتها كان عندي حوالي اربعتاشر خمستاشر اربعتاشر سنة اه قالولي احنا في نادي القاهرة وفيرق باسكت وتعالى ومعانا وشوف ونلعب وكده لما صحابك قالولك تعالى نروح نادي القاهرة نادي القاهرة انت بعد ما في النادي الاهلي ما حصلش في شغل بقى فشل انت لسه انت في بداية مشوارك لسه ما حققتش اللي انت الترجل اللي انت عاوزه تلعب في النادي الاهلي سواء كورة او قدم انت عاوز تطلع بأي حاجة في النادي الاهلي وانت مروح على عبدين انت ماشي كده على كوب رأسفنين كده مشوارك كان كله كله ماشي طبعا اه ما لقى بقولك كله كان بيمشي المشوار ده اه واحنا برضو لسه اجبال كنا بنطلع لحد ما نوصل للتحرير ونركب من التحرير ايه اللي قدار في ذهنك قدار بانا اقول لطي حضرك قدار في ذهن دي حاجتين اه لما متن اروح طريق وحش لطريق الاصمم اوه ان انا بقى لعب كويس في اللعبة دي حبيتها يعني انا 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 كرة كانت لعب يعني بلعب وكده بس البسكت انا حبيته بصراحة حبيته اه وحبيت تخيلت نفسك في السلة اه اه ولعبته في المدارس في المدرسة ونجحت فيه وكسبنا وكده في حبيته البسكت زيادة اه فلما رحت لنادي القاهرة كان عندي تموء كبير جدا اه ازاي بقى رحت لنادي القاهرة عن طريق صحابي اللي كانوا معنا اه كانوا كلهم بلعبوا في نادي القاهرة اه كان درجة تانية بقى اه كان درجة تانية اه وبيلعبوا في درجة في درجة تانية اه شافني كابتن اسمه كابتن عباء احمد كابتن اه قال لي لا انت لعب كويس وهتبقى كويس واهتم بنفسك وهو اللي اطلق علي اسم السلعاوة وهو اللي اطلق علي اسم السلعاوة اه اه الاول اي مش عارف ايه اه كنت هفايع كبتن مصطفى اول اه زي السلعاوة كذا كنت هفايع وسريع så هو اطلق عليه الاسم ده وارطبق به واصبح انه الناس في معظم الأماكن بتعرف بتعرف الأسم ده لما لعبت في نادي القاهرة نادي القاهرة الرياضي وقعدت فيه كم سنة قعدت من 77 ل 82 6 سنين 6 سنين هل كان مازال الحلم بيدير في ذهنك انك عاوز تخرج من نادي القاهرة او واغده بعد كده انت بقى طالما انت عايز عاوز ده كنت واغده كمحطة عشان تروح في نادي تاني ولا ما كنتش بتفكر في الكلام لا كنت مفكر طبعا اتفكر